إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا من يهده الله فلا مدلنا ومن يدلل فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاذ فوضا أظيمة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة البدعة وكل بدعة ضلالة وبعد الله الإسلام له موقف في الربح الربح في اللغة بأنه الزيادة ونمو وزيادة إما أن تكون في الشيء نفسه أو ما يقابله كالزيادة على الدرهم ليكون درهمين أما في إصلاح الشرعي فيقصد به الزيادة في مقدار أحد النوعين من المال أو مقدار النوع الآخر ويشترط فيهما أن يكون من جنس واحد كبيء دينار أو بدينارين أو بيء نيرا ونيرات ويطلق الرباء على ما يتم بين الطرفين دون القبض بعد تعريفهما أو بتعجيل التقابض عباد الله حرم الإسلام الرباء ولم يقتصر تهاريمه على الأمة الإسلامية إذ حرم الله على اليهود بقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلا لهم وبسدهم أن سبيل الله كثيرا وأقضهم الرباء وكدنه أنه وأقلهم أموال الناس بالباطل وآتدنا للكافرين منهم أذابا أليمة وقد حرم الله الرباء ومدح الزكاة بقوله وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ولا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعقون ولعظم ضرره واسمه فقد حرمه الله إلى يوم الكيامة وتوعد آخله في الكثير من الآيات القرآنية وقال تعالى الذين يأكلون الرباء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبته الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيء مثل الرباء وأحل الله البيء وحرب الرباء فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال عيدا يمحق الله الرباء ويربي الصدقات والله يحب كل كفار عثيب والله لا يحب كل كفار عثيب وقال عيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال أشرك بالله والسحر وقتل الدمس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وقال صلى الله عليه وسلم لأن الله آكل الرباء ومؤكله وكاتبه عباد الله من هنا يتبين أن الرباء أضرارها كثير الرباء أضرار أخلاقية وروحية لأننا لا نجد من يتعامل بالرباء إلا إنسانا منتبعا في نفسه في نفسه البخل وذيك الصدر وتهجر القلب وأبوذية بالمال ثانيا للرباء أضرار اجتماعية لأن الذي يتعامل بالرباء لا يساعد أحد من الوجتمع ثالثا الرباء له أضرار اقتصادية لأن الرباء يتعلق بالنواهي الحياة الاجتماعية لما يجري بين الناس في التداعي رابئا العنق كثاث الرباء على المجتمعات بالإسلامية وتقدم التدعية ثامثا تأطيل الطاقة البشرية فإن البطالة تحصل للمرابي بسبب الرباء ثالثا توجيه الاقتصاد وجهة منحرفة وبذلك يحصل الإسراح ثابعا التدخم لدى الناس بدود عمل ثامنا ودعو المال المسلمين بين عيد خصوبهم وهذا من أكثر ما يسيب به المسلمين تاسعا الرباء خلق وعمل من أعمال الأعداء الله اليهود قال تعالى وأخذهم الرباء وقد نهوا أنهوا وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم أذابا أليمة عاشرا الرباء من أقلاك أهل الجاهلية فمن تعامل به وقع في صفة من صفاتهم إهدى عشر أكل الرباء يبعث يوم الكيامة كالمجنون قال تعالى الذين يأكلون الرباء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع وحرم الرباء فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما صلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال عيدا يمهق الله الرباء ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عظيم اثنى عشر يمهق الله أموال الرباء ويتلفهما قال تعالى يمحق الله الربا ويربن صدقات والله لا يحب كل كفار عقيم ثالث عشر التعامل بالربا يوكع في حرب الله التعامل بالربا يوكع في حرب الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله رابع عشر أكل الربا يدل على ضعف التقوى أو عدمها وهو عدم الفلاه يوم الكيامة خامس عشر أكل الربا يوكع حفاهبه في اللعنة قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الآكل الربا ومؤكله وكاتبه ثالث عشر آكل الربا يعزوا في قبره ثابع عشر أكل الربا من أعظم المحلكات قال صلى الله عليه وسلم يتلبوا السبع الموبقات وذكر منها الربا ثابن عشر أكل الربا يسبب حلول الآذاب والدمار قال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم أذاب الله تاسع عشر الربا ثلاثة وسبعون بابا من أبواب الشر أيسرها أن ينكه الرجل أمة إشريك الربا معسية الله فليحذر الذين يخالفون أن أمره أن تسيبهم فتنة أو يسيبهم أذاب عليم وقال ومن يعسي الله ورسوله ويتعد هدوده يدخله نارا خالدا فيها وله أذاب محيم إذا عشر أكل الربا متوعد بالنار قال تعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إثنى وعشر لا يقبل الله السدقة من الربا قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة ثالث عشر لا يقبل الله دعاءه لهديث الرجل الذي يطيل السفر رابع عشر أكل الربا يسبب قصوة القلب ودخول الران عليه كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يقصبون خامس عشرين أكل الربا يكون سببا في حرمان الطيبات قال تعالى فبظلم من الذين عادوا حرمنا عليهم طيبات أحلا لهم وبسدهم عن سبيل الله كثيرة سادس عشر سادس عشرون أكل الربا ظلم والظلم ظلمات يوم الحيامة قال تعالى ولا تهسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار سابع عشرون أكل الربا يحال بينه وبين أبواب الخير في الغالب فلا يقرض القرد الحسن ولا ينظر المعفر ولا ينفي الكربة عن المقروبين كما جاء في الحديث سابع عشرون الربا يقتل مشاعر الشفقة عند الإنسان قال صلى الله عليه وسلم لا تنزأ الرحمة إلا من شقي وكان عيدا لا يرحم الله من لا يرحم الناس قال الله تعالى الرائمون يرحمهم الرحمان ارحم من في الأرب يرحمكم من في السماء تاسع وعشرون الربا يسبب العداوة والبغضاء بين الأفراد والجماعات ويحدث التقاطئ والفتنة ثلاثون يجر الناس إلى الدخول في مغامرات ليس بإستطاعتهم تحمل نتائجها وأضرار الربا لا تخشى واحد وثلاثون قضاء على روح التآون بين الناس اثنى وثلاثون ذرء العداوة والبغضاء بين الأفراد والمجتمع ثلاث وثلاثون اتحال الاقتصاد بين الأمة ثلاث وثلاثون منء إجابة الدعاء خمس وثلاثون نزء البركة في المال ثالث وثلاثون سد باب الخير عن الجماعة ثابع وثلاثون توزيع الثورة بين الأغنياء والملوك تاسع ثمانية وثلاثون ارتفاع البطالة والأقل بهقوق العباد تاسع وثلاثون ارتفاع الأسعار في الأسواق ويكفي عباد الله أن نعلم أن الله تعالى لا يحرم كل ما فيه ضرر ومفهد أكثر من نفعه فأسأل الله لي ولجميع المسلمين الأفو والآفية في الدنيا والآخرة هذا وسلو وسلو على الحبيب المنطفى كما عمركم في محكم تنظيله إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين عاملوا وسلوا عليه وسلموا تسليمه اللهم فسل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورد اللهم ورد اللهم عن خلفائه الأرباء أبي بكر وعمر ووسمان وعلي وأن سائر السحابة أجمعين ومن كبعهم بإهسال إلى يوم الدين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم حفظ المسلمين من الشرور والآثام اللهم حفظ المسلمين من شرور والفتن اللهم اجمع بين كلمتهم اللهم وحي الصفهم اللهم فرج حبهم اللهم نفس كربهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم ولي عليهم أهل الإيمان والتقوى اللهم ولي عليهم أهل الإيمان والتقوى يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم احفظ أمننا وأمن المسلمين اللهم حفظ أمننا وأمن المسلمين اللهم حفظ علينا أمننا واستقرارنا ورخاءنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الغلاء ومن الوباء ومن الزلاذل والمحن ومن صوع الفتن ما ظهر منها وما بضن اللهم اكفر للمسلمين والمسلمات اللهم اكفر للمسلمين والمسلمات اللهم اكفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار اللهم وفو ولي أمرنا لما تحب وتردى اللهم اخذ بناسيته للبر والتقوى اللهم اجعل عمله في رداك اللهم اجعل عمله في رداك اللهم وفر جميع ولاة العمور المسلمين لما فيه خدمة رعايتهم والصلاح البلاد يا أرحم الراحمين اللهم ارحم المسلمين من هذه الفتن اللهم ارحم المسلمين من هذه الفتن اللهم جعل لهم منهم مخرجا يا رب العالمين اللهم حيئ لهم من أمرهم رشدا اللهم حيئ لهم من أمرهم رشدا اللهم حيئ لهم من أمرهم رشدا يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام احفظ المسلمين في فلسطين احفظ المسلمين في فلسطين احفظ المسلمين في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجمع بين كلمتهم اللهم وحي استفهم اللهم وحقق لهم ما يحبون إليه يا ذا الجلال والإكرام عباد الله ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين